وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت ربائيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء فقال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم كيف اسم استفهام وكيف هنا خرج على خلاف ما جاءت به اللغة لأن تعرف الاستفهام في اللغة طلب العلم عن شيء مجهول بإحدى أدوات الاستفهام فيكون هذا الاستفهام من باب الاستبعاد فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفلح هؤلاء القوم